أحسن الله إليكم أم محمد تقول هناك عبارات فضيلة الشيخ نرجو أن تبينوا فيها الحكم الشرعي في نظركم وهذه العبارات تتردد على الألسنة منها خانته الأقدار هذا لا يجود نسبة الخيانة إلى الأقدار أو فعلته الأقدار كذا وكذا الأقدار لا تخون ولا تفعل شيء إلا فاعله الله سبحانه وتعالى الأقدار لا تفعل وإنما الفاعل والخالق والمدبر هم الله سبحانه وتعالى الحظ لم يساعده كذلك لا يجوز نسبة عدم المساعدة إلى الحظ وإنما يقول الله لم يساعده ليس للدنيا أمان ولا يجوز ذنب الدنيا بالخيانة وعدم الأمان الإنسان هو الذي ليس له أمان وأما الزمان والوقت فالوقت ليس له دخل في الأمان وغير الأمان هو زمان للعمل سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا وفي الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يدي الليل يقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فلا يجوز ذنب الزمان وذنب اليوم وذنب الساعة وذنب الشهر وإنما الإنسان يرجع إلى نفسه ويحاسبه ما أصابكم المصيلة فبما كسبت يجيه يحاسب نفسه على ما حصل له من ما يكرهه وأن ذلك بسبب ذنوبه ونفسه العمار للسوء ويؤمن بأن ما أصابه لقضاء الله وقده ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسه وهو السبب فيها والمقدر لها هو الله جل وعلا قدرها عليه بسبب ذنوبه